الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعام فجعله غثاء أحوام سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيدذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداً الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارِك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصائب الدنيا ومتِّعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحةً لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدلُّه على الخير وتعينُّه عليه اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما فيه خيرٌ للإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسِلهم بالماء والثلج والبرد ونقِّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلِّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد الله أكبر